إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ولساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا يزال الحديث موصولا حول قصة نبي الله عيسى على نبينا وعليه السلام وكنا قد انتهينا في الكلام عنه عليه السلام عندما وضعته أمه مريم في هذه اللحظات التي كانت من أشد ما يكون عليها هذه المرأة المسلمة المؤمنة التقية العابدة الزاهدة التي اصطفاها الله عز وجل وطهرها واصطفاها على نساء العالمين قدر الله عز وجل عليها ابتلاء من أشد ما يكون على النفس البشرية وقد ذكرنا كثيرا قول النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون يبتل المرء على قدر دينه وقد ابتليت مريم عليها السلام بابتلاء ما أعظمه وما أصعبه على النفس البشرية فقد قدر الله عز وجل لها أن تحمل بغير زوج وهذا أولا لبيان عظيم قدرة الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولما استعظمت مريم الأمر قال لها جبريل أنه على الله هي وهذا الأمر أيضا أي أن حملها بغير زوج فيه أيضا ابتلاء شديد على مريم إذ أنها ما علم عنها إلا الخير ما علم عنها إلا الصلاح ما علم عنها إلا التقوى فتأتي قومها بحمل من غير ما زواج يعلمه قومها فهذا من أشد ما يكون على النفس وكيف تستوعب العقول هذه المعجزة بغير ما دليل مع مريم حتى الآن هي أمرت أن تأخذ ولدها وأن تذهب به إلى قومها أو بتعبير أدق هي أبلغت في الأول أنها ستحمل وأن ولدها سيجعله الله عز وجل نبيا ورسولا ولم تعلم أي شيء غير ذلك فكان الأمر شديد عليها فلما وضعته ذكرنا قبل ذلك أنها لما انتابها الهم والغم خوفا منها على دينها أي خوفا أن يطعن الناس في دينها قالت هذه الكلمات التي تدل على شدة ابتلائها فقالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا تمنت الموت قبل أن تأتي عليها هذه اللحظة خوفا منها على دينها لاعتراضا على قضاء الله وقدره وقدر الله عز وجل أن ينادي عليها من تحتها لذلك قال الله عز وجل فناداها من تحتها ألا تحزني هذه قراءة وفي قراءة أخرى فناداها من تحتها وقد قال العلماء أن القراءتين ثابتتان والأولى والأولى أي قراءة حفص فناداها من تحتها قالوا هو جبريل عليه السلام والقراءة الأخرى فناداها من تحتها أي عيسى عليه السلام ويكون بذلك قد أنطق الله عز وجل عيسى بعد ولادته بلحظات وعلى كل فقد ذكرنا أن كلا القراءتين صحيح فناداها من تحتها أي جبريل أو فناداها من تحتها أي عيسى عليه السلام ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا وهذا تكليف لمريم عليه السلام فقال لها فإما ترين من البشر أحدا أي بعدما تأتي قومك بهذا الولد إما ترين من البشر أحدا أو المتشوف حد من قومك أو أي حد من البشر فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أي قولي لمن تلقينه أني نذرت أن أصوم لله عز وجل وقد قال العلماء في هذه الآية قالوا أنه كان من العبادات التي شرعت لبني إسرائيل الصوم عن الكلام أي الامتناع عن الكلام هذا كان من ضمن العبادات التي يتعبد بها لله عز وجل في بني إسرائيل يعني إيه؟ يعني واحد يسكت ويمتنع عن الكلام فيأخذ بهذا أجرا كان هذا من صور العبادات في بني إسرائيل وقال بعض العلماء أنه كان من جملة عبادة الصوم التي هي الامتناع عن الأكل والشرب والشهوة أن يمتنع الإنسان كذلك عن الكلام هذا كان من تشريعات بني إسرائيل أنت صائم لو كنت في بني إسرائيل فتصوم عن الأكل والشراب والشهوة وعن الكلام فلا تتكلم لذلك قالت مريمو إني نذرت للرحمن صوما وكان من ضمن الصيام أن تمتنع عن الكلام ولنقف هنا وقفة مع فعل مريم عليها السلام إذ أنها ستقول معللة لأي أحد يريد أن يتكلم معها إني نذرت للرحمن صوما فهي تبين أن ما تفعله إنما هو نتيجة لنذر نذرته وأحببت في هذا اللقاء أن أتكلم عن النذر وعن بعض أحكامه لأن بعض الناس ربما لا يعرف صور النذر التي يشرع له أن يفعلها أو أن ينذرها وصور النذر التي لا يحل له أن ينذرها ولذلك سأجعل الكلام مرتبا عن النذر في ثلاثة أقسام أي أن النذر الذي سنتكلم عنه اليوم ينقسم إلى ثلاثة أقسام أول نذر أن ينذر المؤمن نذرا مطلقا بغير شرط والقسم الثاني أن ينذر المؤمن نذرا مشروطا بشرط والقسم الثالث أن ينذر المؤمن نذرا إما مطلقا أو مشروطا ولكنه نذر معصية أما القسم الأول فهو الذي فيه أن ينذر المؤمن نذرا مطلقا سواء كان في طاعة أو في مباح بغير شرط فهذا يجب فيه على المسلم أن يوفي به وقد مدح الله عز وجل عباده في سورة الإنسان فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي أن من صفات عباد الله الصالحين الإيفاء بالنذر أنك إذا نذرت نذرا أن توفيه إلا إن عجزت عن ذلك لكن بعض الناس ربما يستهين بالنذر يستهين بالنذر ينذر نذرا ولا يوفي به ويحسبه هينا وهو لا يعلم أن بتخلفه عن وفاء نذره بغير عذر قد ارتكب محرما فهذا هو القسم الأول إن واحد يقول لله علي مثلا أن أصوم عشرة أيام لله علي أن أتصدق بألف جني لله علي أن أعتمر عمرة لله علي أن آكل من المحل الفلاني مثلا هذه الصيغة يسميها العلماء صيغة النذر المطلق الغير مشروط يعني تنذر شيء إما أن يكون طاعة وإما أن يكون مباحا بغير شرط وهذا النذر يجب الإيفاء به إلا إن تعذر الإيفاء به وإن تعذر الإيفاء به والعذر هنا لابد أن يكون عذرا معتبرا يعني واحد مثلا نذر أن يصوم يوم الإثنين القادم قال لله علي أن أصوم يوم الإثنين القادم فجاء يوم الإثنين وهو مريض فهذا سقط عنه الوفاء بالنذر ولكن يبقى في حقه كفارة اليمين وهذه هي كفارة العجز عن النذر إن عجزت عن الإيفاء بنذرك فإنك تنتقل إلى كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام هذا هو النذر المطلق أنت تقول بغير شرط لله علي أن أفعل كذا من الطاعات أو لله علي أن أفعل كذا من المباحات فهذا يجب الوفاء به إلا إن تعذر فعندها تنتقل إلى التكفير عن النذر وكفارة النذر كفارة اليمين كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الثاني النذر المشروط النذر المعلق أن يقول المؤمن لأن فعل الله عز وجل معي كذا وكذا لأفعلن كذا وكذا من الطاعات بعض الناس يقول والله لو ابني جاب مجموع كويس في الثانوية العامة سأذبح عجلا هو هنا علق النذر على إيه على أن يأتي ولده بمجموع مرتفع في الثانوية العامة طيب إن لم يأتي ولده بهذا فإنه لا يفي بالنذر هذا النوع من النذر كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا قال صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل وتتمت الرواية أنه قال لا تنذر فإن النذر لا يغير من القدر شيئا فإن النذر لا يغير من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل واحد يقول والله لو الصفقة اللي أنا بعمل هدية كسبت لله علي أن أتصدق بخمسة آلاف جنيه وهنا علق النذر على نجاح الصفقة فإن لم تنجح الصفقة لن ينظر أو لن يفي بنذره فهذا سماه العلماء النذر المعلق أو النذر المشروط وهذا النوع من النذر كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا كرهه قال لأنه يستخرج به من البخيل يعني كأنك تقول يا رب لو عملت لي الشئ الفلاني أنا سأفعل كذا من الخير لو عملت لي الشئ الفلاني فألن أفعل فكأنك تشترط مع الله عز وجل إن وفى لك ما تريد فعلت له ما يحب وإن لم يوف لك ما تريد لم تفعل له ما يحب هذا النذر قال عنه صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من البخيل وهذا النذر أيضا إن وقع شرطه فإنه يجب على صاحبه أن يوفي به يعني واحد قال لله علي لئن نجح ابني في الدراسة وأتى بمجموع مرتفع أن أذبح عجلا وأكرمه الله عز وجل ونجح ولده وأتى بمجموع مرتفع عندها يجب عليه أن يوفي بالنذر الذي نذره لله عز وجل فإن تعذر الوفاء بالنذر لعذر فإنه يكفر كفارة يمين فما يروحش بعض الناس يقول والله أصلا أنا كنت ناذر إن لو ابني دخل طب أن أذبح عجلا ولكن ده كان نذر قديم كان أيمها أسعار المواشي منخفضة أما الآن فقد تجاوزت أسعار المواشي كذا وكذا وهو معه ما يوفي به نذره فلا يجوز له أن يتخلف عن نذره لارتفاع الثمن طالما هو قادر يقول والله يا عم أكفر كفرت يمين يعني كفرت اليمين حتكون كام يعني مئة جنيه مش مهم أحسن ما أدفع سامانين أو تسعين ألف هذا لا يجوز إنما يسقط النذر مع العذر المعتبر شرعا فهذا هو القسم الثاني من النذر وهذا قسم مكروه لا تفعله يعني لا تقول هذا النوع من النذر يا رب لو حصل كذا سأفعل كذا النذر المكروه النذر المشروط نذر مكروه يستخرج به من البخيل وانظر إلى الفرق الذي بينه وبين القسم الأول القسم الأول هو نذر أن يفعل لله دون ما مقابل هو عبد لله عز وجل يعلم أن ما فعله لله لن يضيع فلا ينتظر شرطا ليفعل لله إنما هو يفعل مطلقا أما الثاني فيعلق نذره على فعل يفعله الله عز وجل به فإن فعله الله عز وجل له أوفى بنذره وإلا فلم يكن عليه نذر هذا النوع الثاني نذر مكروه كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله لوله الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالنسبة للقسم الثاني وهو النذر المشروط ربما ظن بعض السامعين وقد كان نذر نذرا من هذا النوع ربما ظن البعض أنه طالما هو مكروه خلاص فأنا أعود في نذري هذا لا يحل لك يعني واحد النهاردة من إخواننا الأفاضل علم أن النذر المشروط نذر مكروه وهو قد نذر بالفعل نذرا مشروطا فلا يحل له أن يقول خلاص صلى الله النذر هذا مكروه فأنا أرجع فيه لا خلاص صلى الله ما نذرت فيجب عليك إتمام النذر إما أن يقع الشرط فيجب عليك النذر وإما لا يقع الشرط فتعافى منه لكن طالما أنك نذرت فيجب عليك إتمام النذر على أي نتيجة كانت أما القسم الثالث من أقسام النذر وهو النذر المحرم النذر المحرم أن ينذر المؤمن أن يعصي الله عز وجل سواء سواء كان نذره مطلقا أو معلقا يعني إيه يعني واحد جالس مع نفسه فيقول لله علي أن أروح إلى قبر سيدي فلان وأصلي عنده ركعتين هو هنا نذر نذرا مطلقا دون ما شرط ولكن هذا النذر لا يحل له لماذا لأنه إنما نذر شيئا لا يرضي الله أن يذهب إلى قبر وأن يصلي عنده هذا عمل لا يرضي الله فلا يحل له أن يفعله واحد جالس مع نفسه ويقول لله علي أن أضرب فلان ماذا فعل لك فلان لم يفعل أي شيء هل اجتنى عليك لا هو نذر مع نفسه أن يضرب فلان هذا نذر محرم لا يجوز أو أن يقول لله علي لأن نجح ولدي لأجعل ليلة فرح وأسق الناس فيها خمرا أو شيئا من المخدرات واحد يقول والله لو ابني نجح في السنوية العامة أنا هعمل حتة ليلة وحجب أنواع المخدرات للناس علشان يشرب هو هنا نذر نذرا معلقا ولكن النذر في حقيقته محرم فهذا لا يجوز الوفاء به لأنه نذر محرم فالنذر المحرم فيه صورة أن ينذر الإنسان أن يفعل شيئا محرما سواء كان نذرا مطلقا أو كان نذرا مشروطا أي معلقا هذا لا يحل له ومن صور النذر المحرم أن ينذر الإنسان التصرف فيما لا يملك يعني واحد يقول لله علي أن أقوم أن أذبح هذا أو هذه البهيمة طيب خلاص أنت نذرت نذر مطلق عاوز تروح تذبح هذه البهيمة هي بتعتك يقول لك لا خلاص ما ينفعش لأنه لا نذر لابن آدم فيما لا يملك واحد يقول لله علي أن أوصل الأسر الفلانية إلى البلد الفلاني بهذه السيارة طيب هي سيارتك يقول لا خلاص لا يحل لك هذا النذر لا تنذر فيما لا تملك سواء كان نذرك مطلقا أو معلقا يعني واحد يقول والله لو ربنا شفان من المرض اللي لنا فيه سأزبح العجل الذي لجار فلان ويشفيه الله عز وجل فيذهب ليزبح عجل جاره فيقال له هل هو ملكك يقول لك لا يقال له يقال له إذن لا يحل لك أن تفعله طيب أعمل إيه تكفر عن يمينك فهنا يحرم على النازر أن يوفي بنزره ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرت امرأة من الأنصار وكان من جملة ما أخذ ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضواء مجموعة من الأسيرات من المسلمين أسرنا وكان من ضم الأشياء التي أخذها الكفار أخذوا الناقة التي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد في ساعة من الساعات قدر الله عز وجل لامرأة من الأنصار أن تفلت من الأسر ولما فلتت من الأسر فكت الناقة التي هي تعلم أنها ناقة رسول الله وعلت ظهرها وانطلقت بها ميممة وجهها نحو المدينة وهي تقول لله علي لئن أنجان الله بها لو ربنا نجان بهذه الناقة أن أذبحها فلما عادت إلى المدينة ونجاه الله عز وجل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قالت المرأة فقال صلى الله عليه وسلم بئس ما جزتها به أن نجاه الله عليها يعني هي المكفأة للناقة بعد ما ربنا ينجيك بها تنزري أن تسبحيها ثم قال صلى الله عليه وسلم لا نزر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم يعني هذا القسم الثالث لا يحل للمسلم أن يوفي بنزره فيه سواء كان نزر نزرا محرما أن يفعل فعلا محرما أو أنه نزر أن يفعل شيئا لا يملكه أو أن يتصرف في شيء لا يملكه وفي الحالتين يلزمه كفارة النذر يعني وحد قال لله علي أن أفعل كذا من المحرمات يجب عليه أن لا يفعل ويجب عليه أن يكفر كفارة يمين في هذه الآية التي معنا اليوم في سورة مريم في قصة عيسى عليه السلام مريم عليه السلام قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا هذا كان في شريعة بني إسرائيل يجوز للإنسان أن يصمط ما شاء أن يصمط ولكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير هذا الحكم في شريعتنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صمات يوم إلى الليل يعني 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 لو واحد النهار حبي يقول لله علي أن أسكت طوال النهار لا أتكلم هذا لا يحل له لماذا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فهذا النوع من النزر أي النوع أي النزر في السكوت كان مشروعا في من قبلنا أما في شريعتنا فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم إلى الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أن أحد أصحابه نذر أن يصمت فلا يتكلم فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم يعني هذا كان تشريع جائز لبني إسرائيل أما في شريعتنا فلا يحل وهذا الأمر يندرج تحت القسم الثالث من أقسام النذر أي النذر المحرم لا يحل للإنسان أن ينظر مثل هذا لماذا لأن الفعل محرم طب لو إنسان عمل كذا ما يجب عليه يجب عليه كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فأتت به قومها تحمله ذهبت مريم بولدها الرضيع ذهبت به إلى قومها فأتت به قومها تحمله فلما رآها قومها ذهلوا من هول ما رأوا ما هذا يا مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا لقد جئت شيئا عظيما يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه أي أشارت إلى الولد وإن قدر الله البقاء واللقاء للأسبوع القادم نستكمل ما يكون بين مريم عليها السلام وبين قومها أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين اللهم اغفلنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا ولا تعين علينا وكلنا ولا تقن علينا وهدنا ويسر الهدى لنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم منصر عبادك المصدعفين في فلسطين اللهم منصر عبادك المصدعفين في غزة اللهم منصرهم نصرا عزيزا مؤزرا اللهم كف بأس الظالمين عنهم وانتقم من عدوك وعدوهم اللهم انتقم من عدوك وعدوهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم عليك باليهود ومن عاونهم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنهم لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة